كابتن حمد عبداللطيف أحد نجوم برضو الزمن الجميل اللي بنستمتع به يعني بيتفرج وبيشاهدنا ويقولك مستمتع بينا كابتن حمد عبداللطيف نجم من نجوم نادي للزمالك يعني كبار جدا الحاوي يعني كابتن حمد عبداللطيف تعلمنا منه يا كابتن احنا واحنا صغيرين في قطاع النشئين في نات زمالك يمكن كنا بنخلص التمرين جاري أو أنا بصفة شخصية يعني كنت أخلص التمرين عشان نروح أتفرج على تمريل فريل أول واستمتع بحمد عبداللطيف كان بيعمل حاجات في القرى كابتن مش طبيعي يعني حتى كمان أنا دايما نقول حازم أما هو لعيب اللي أنا لعبت معاه يعني استمتعت به من أفضل لعيبة كرة ونأفضل لعيب كرة أنا شفته أو لعبت معاه لكن حماد أنا ما لعبتش معاه لكن كنت باستمتع به سواء في المبارات الرسمية أو في التمرين كمان في التمرين كان بيعمل حاجات مش طبيعية آه جرهيب هو كان في فترة من فترات هو فرقة ناتزة مالك هو الحاجة الحلوة في تيم ناتزة مالك في التمانينات فحمد عبداللطيف ده حاجة يعني شفت مطش كان مني مطش اعتقد كابتل حمد ياخد الكرة ويقعد يلف بيك اتحدى حد ياخدها يقعد يلف بالباك 3-4 دوائر لازق في رجله حمد عبداللطيف يعني نجم كبير وما شفتش زيه يمكن اللي زيه اقريب منه هو حازم امام اه 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 بص الله انا بشكر والله يعني زملائنا كابتل انت حسب اه والله بص متعرفش هو راح فيه لا لا حاجة يعني كان في الوقت بتاعه هو النجم الاوحد في ناتزة مالك هو الاسطورة بتاعت ناتزة مالك هو مطشوط الاهل والزمالك كمان كان هو اللي بيعمل لنا الفارق بص لا مهاريا ما كانش حاجة حاجة فوق هو وحازم ما كان بصراحة يعني الاتنين واحد اتفرجت عليه كابتل حمادة وبصها مش معقولة يعني حاجة حدوتة من حواديث حدوتة حمادة عبداللطيف والزمالكوية اللي بيحبوا نادي الزمالك يعني كانت سعيد جدا لما المستشار مرتضى منصور دعا نجوم ورموزة نادي الزمالك اول ما اللبت دعا وهو كابتن محمود الخواجة طبعا كابتن تامر عبدالحميد كابتن طاري يحيا يعني كابتن جمال عبدالحميد طبعا عضو مجلس الدراء وكان متواجد لكن على طول كابتن حمادة تلاقيف وراء نادي الزمالكوية هو متواجد على طول زي ما حالك عارف في النادي كل يوم بيبقعد ومستمتع في نادي الزمالكو بيخلص في نادي الزمالكو بيروح فهو حياته نادي الزمالكو وهو لعيب وهو دلوقتي موجود في اللجنة الفنية ومحلل في القناة معنا هنا فالحيات كابتن حمادة من الناس يعني للواحد يعني علمه في دماغي وانا في صغير وكنت دايما بحاول لنا يا رب اوصل لنص مستوى او لامكانياته فحمد عبداللطيف يبقى من رموز الكبيرة في نادي الزمالكو ومن الناس المهارية اللي اتعدوا على الصوابع هو حازم امامي